الزبط الصناعي الزيوت النباتية تتكون من سلاسل هيدروكربونية غير مشبعة أي تحتوي على روابط ثنائية على طول السلسلة الهيدروكربونية هذه الزيوت تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة بإضافة هيدروجين للسلسلة الهيدروكربونية تتكسر روابط ثنائية ويتم إضافة الهيدروجين وتعرف هذه العملية على أنها عملية هدرجة حفزية للزيت ويستخدم فيها النيكل المجزأ كعامل حفاز النهتج الزيت المهدرج يكون صلب في درجة حرارة الغرفة ودرجة صهاره عالية الزبط الصناعي تكون درجة هدرجته عاملا مهما في شكله وكيف سيباع للمستهلك فإذا ما أردنا إنتاج زبد صناعي لينا ويسهل فرده على الخبز مثلا فإننا نحتاج إلى عملية هدرجة جزيئية للزيت وإذا ما أردنا الزبط صلبا جدا فإننا نقوم بهدرجته هدرجة كاملة وأخيرا العالم الفرنسي الذي اكتشف هذا التفاعل قد حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر